ويلا بينا. عادي نمساك هاي اللي احنا شفناه قبل كده. حالو? انا مسميها هنا معايا الناس ولا ايه? انا مسميها هنا وهنا فيه الاي اهي. اللي هو ودي الباك. طيب لو احنا قلنا ايه لو ايه دي كنا عامنينها ايه عندنا في زمانة? لو الاي بزيرو كنت بارترن زيرو صح? ده لو انا بشتغل طيب ده معناه كده ان هنا الكود ده مكتوب زيرو بيز زيرو بيز زيرو بيز فعادي عايزة تتعود انك تشوف الاتنين ما فيش مشكلة ما تلخبطش نفسك لو رجع زيرو ما فيش مشكلة عادة. طيب لو مش سلب واحد بعمل له ده معناه ان ايه ان دي تكررت قبل كده. غير كده بجرب اللي هما والتيك. قادي اللي فهو. اللي ف بيقول له سولف. نروح لاي مانس وان وباك. التك بزيرو. لو لو بتاع الايتم كان هيقل من او يساوي الباك. ساعتها هيساوي. روح عند اي مانس وان. والباك بتاعتك نقصة الوزن. لما ترجع اجمع في النهاية بريترن الماكس من اللي فالتيك اللي هي سيوان وصيته يعني. وبقول له حطي لي ده او خزنه لي في دي بي او في اي او في اي ادي تسولف هي. طيب في المسألة كان هدين تستكيس فقولت له سي ان تستكيس واي تي ماينس ماينس اي تستكيس ازا هي. كل كل تستكيس محتاجة طبعا. فهعمل بزيرو دي اللي هجمع فيها ايه? دي اللي هجمع فيها الفاينل الريزولت. وهدي سي ان الان اللي هي مين الان دي? اللي هي عادة الايتمز. ودي فورلوب عادي. من اول زيرو. لحد الان والاي بلوس بلاس. كل مهرة بس هي ان البرايز بعد كده هو اللي قال لي. بعدين الجي ده اللي هو عادة الناس عادة البيبولز. عادة الناس اللي في العيلة بتاعت يعني. اللي هي الجي. بعدين واي الجي ماينس ماينس كل واحد لي ماكس ويت او ماكس باك ويت او ماكس كاري بيعرف يشيله. فهقول سي ان الباك. وهقول في نهاية الريزولت بلاس ايكوال وهبعت الان ماينس وان لان انا هزيله هبعت اخر اندكس بالزبط اللي هو والشنطة اللي هي لسه جاية دلوقتي بتاعت اللي هي الباك. وعمال اجمع. اللي بيجي لي من اللي هي الناب ساك. وفي النهاية بسيء اوت الريزولت. في حد ما عملهاش او او مين عملها طيب? انا عملت. حلو يا بل. الباقي. حلو يا ولي. انا حلو. عايش. او انا بندينج ايه. طب كويس يعني انت طلعت الريزولت صح. كل الناس طلعت الريزولت صح والباقي في الجوجي. حلو او ماشي. او مر سامير انت او مرة تحضر صح? واللي حضرت قبل كده ولا ايه انا مش فاكش? العادية او المرة. طب بدي بيه معاك ايه? الدنيا صعبة ولا عادي? حلو. انا حلات اللي هي اللي هي العادية. لكن اللي هو عمل لهم الصم وكده بيطلع لي الصم مائة واربعة. بيطلع غلط يعني? اه. طيب ده خلاص كود بتاع صولف ده معاك يعني اعمله صح? اه ده سمان. طيب كل مرة بتميم ست تدي بيه في تستيكيز? لا. طيب دازم كل تستيكيز تميم ست. طمعين. يعني اول مرة طلع معاك صح? اه. اتنين وسبعين طلعت صح او ده لأ? اه طلعت صح من اول مرة. وبعدها اللي بعدها هي اللي غلط? اه. طلع اكتر من خمسمية واربعتاشر. بزد. مستمائة اربعة. ايوة عشان نجمع الخمسمية واربعتاشر على اه على اتنين وسبعين. غالبا يعني. نعم. فميم ست كل مرة والريزولت كل مرة تبدأ من اول زيلو نجربها بقى. طيب نعمل سبميت. انا جاب اكسكتد خلاص. حلو. مش احنا مفروض نعمل المهم ستة عند كل يعني. عند كل اه ميمبر اللي هو في جي ماينر. اه. عند كل برسو. عند كل برسو من الفاميلي. هتفرق ولا مش تفرق. اولا على الناس ما عملتاش وما فرقتش بس انا مش فهم ليه. انا عملتها. انا بس نجرب. ادي ايه المسألة هي هنصمت. هنصمت كده يا عمر عشان انت مش معنا. هنصمت اهو. هتيجي اكسيبت ده عادي انا عملتها. عصدي. ليه بقى? ليه ليه عادي? سواء عملتها او عملتاش مش تفرق. هقول لها. يعني ليه بعملها يعني دي مع كل برسو ما بعملهاش. انا قصدي مفروض كل برسو ما عمل لها مع كل ما فيش مشكلة صح. دلوقتي لو معها كل برسو عملتها. مش هيجرى حاجة. طيب لو ما عملتهاش ليه صح? دي مشكلة ده. طيب ليه لو ما عملتهاش بقى ده صح? لو ما عملتهاش صح عشان ايه? عشان دلوقتي لو انت انت الشخص رقم ثلاثة مسلا يعني مسلا يعني. وفي يوم من الايام واقف عند الايتم التاني وشنطتك وزنها مسلا عشرين. والمشكلة دي كنت نتقرر قبل كده عند صاحبك الاولاني. ما انت عارف حلها وعارف بتعمل ايه? ما تجيب الحل على طول. يعني ممكن الصديق التالت او الفريند. اه. اللي في الفاميلي رقم ثلاثة مسلا يستعين بنتاج صاحبه القديم. هتفرق. الاجابة مشتفرق طبعا. المشكلة عادة. يعني احد ساعة في بالعكس. هتخلي الطايم احلى. بحاجة. بصب كده الطايم احلى. بالمنزر ده كده الطايم احلى. لو حطناها جوه الطايم اسود. صح او ده لقى? صح. منحس الميم سيته برضو ان هو حيعادها من الاول. الله عليك. لو هعمل الميم سيت اكتر من مرة. بالزبط. الميم سيت هتكرر تاني وفي نفس الوقت تنصب دي مش هلاقي مش هلاقي لها حل لما هي خلاص ما انت بقاطس بقاطس السيف فهيضطر يلف ايه? يريكرجن عليها تاني. يعمل ريكرجن تاني. صح? صح? حلوة ايه. اكسابتت خلاص ماشي? طيب اه نشوف بقى المسألة اللي بعدها. الزيرو وانا بساك بقى ده من المسائل. الستايل بتاع المسائل ده فكرة الفكرة بتاعته هي فكرة هتلاقي ان انت ما عندك وعايز تجيب سبسط منها. سبسط منها. يعني كل ايتم يا تسيبه يا تاخده وهكذا. سبسط منها. لما تلاقي انت في مسألة ايه كده تعرف ان انت في مسألة نفسك او في مسألة دي بي فكرة لازم تتجي على طول في اتماعك وتبدأ تنفس الكود بتاعها. حلو كده? طيب. حاجة شباهها تانية. بنفس النمط برضو. مشهورة اسمها او او سبسيكونس. حلو? سبسيكونس. ايه ديك? هديك تو سترينجز. وعايز هتقول لي ايه اطول سبسيكونس مشترك بين التو سترينجز دول. وياكن مسلا. مسلا ساتر داي. وصن داي مسلا. ايه اطول? مسألة جابسة. اه طبعا. يا راجل. يعني انا انا تقريبا اصلا. تقريبا. 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 تقريبا سبسيكونس بتبقى اصل. مم. ماشي. هي فعلا اه حاجة مشهورة. يعني في الكمب اللي احنا كنا عاملينه جت في يومين من يومين. وفي ساعة مرحلة اسكندرية جت على اقل المسألة. ايه. الوضع من المسابل الكرار كتير او انا شوفت. طيب كويس. هي فكرة السبسيكونس والسترينجز والحاجات دي اه بيحبوا لعبوا فيها كتير. طيب ايه موضوع بقى دي بقى? دلوقتي انا عايز اطول مشترك بين الاتنين دول. يعني ايه يعني شوية حروف ورا بعضها ورا بعضها بس مش شرط يبقوا لازقين في بعض. احنا قلنا قبل كده التعريف بتاع وصاب الراي صح? يعني شوية حروف او ارقام في الراي ورا بعضهم ورا بعضهم. بس مش شرط يبقوا لازقين في بعض. مش شرط. لو لزقوا عادي ولكن مش شرط يلزقوا. حال? زي هنا. الاس دي سبسيكونس. سي اي. سبسيكونس. سي يو دي واي سبسيكونس. اي واي يو ار دي سبسيكونس. وها كذا. ودي بس وها كذا. طب وصاب اريي. صاب اريي يعني لازم يكونوا لازئين في بعض. صاب اريي او اللي احنا هنا في فهينا زي مين? زي مسلا. زي زي وهكذا. هو بقى عايز اطول مشترك. اللي هو مين هنا مسلا? اس يو دي. الاس اهي وهي. اليو اس يو وكلمة دي. وهنا برضو اس يو وكلمة دي. دي اطول سب سيكونس تقولها خمسة. تقولها كام? تقولها خمسة يا بلل هنا خمسة. هو ده اللي هو عايزه. هتديك بقى اتنين وقول لي ايه بتاع سب سيكونس. خلاص? هنعمل ايه? هنعمل ايه Forest يعني. يعني هو ده. مع هو احنا كده كده ادي بيه بيخلينا نلبس ورود فورس وبعد كده بيخلينا نلبس في ايه? في السيف عشان التكرار. يعني هتجيب كل اللي هنا. ماشي. يعني لو انا جيبتهم وليكن مسلا هم يزيد. ادي الفاضي دي سبسيكونس. الاس دي سبسيكونس. الاس اي ايه? دي سبسيكونس. مسلا. اس اي او او ال اي الوحدة وهكزا. اه جيبتهم وبعدين بعد ما تجيبوا ما تعمل ايه? هقارنها هجيب بتاعت التانية برضو. وقارن كل واحدة بواحدة واجيب قطول حاجة مشتركة في الاتنين. اه ده يعني. حلو. الكود ده عشان نعمله? انت محتاج تخزن كده كل دي? اه صح. طبعا نخزنا ازاي? انا نعلم انت تخزنا النهاردة? ما تعلمش نخزنا احنا نعرف نروح نجيبها واحنا عالطاير كده واحنا ماشيين. في النبسك مسلا. ما نعمل كده? ما نجيب ما نشتغل عالطاير? طب ما يعنيش? هو مش ده كده الحوار بتاع السبكة اللي انا كنت سألت عليه. لا ابو عرض. واحنا ممكن نبدأ من اللي هو كله. وندور عليه كله. كسترينج كامل. وبعدين ابدأ اشوف اللي اصغر من بتاعه بواحد. اشوفهم كلهم. وابعدين اشوف اللي اصغر منه باتنين وكده. طيب. مش واحش برضو. طيب. ما تيجي نخلينا كسترينينا اخطر من كده شوية. اه هو ده ما عايزه. ده اللي انا عايز اعمله. وانا ماشي هسجل يعني. مساء. لو انا سألتك دلوقتي. الطب ما كده. الاتنين دول. ايه? وايه? ايه اللونجست بتاعتهم? الحل بتاعها كام? تبع ايه? واحد. واحد الحل بتاع دي واحد واضحة صح? طيب. ايه هو عايز رقم? عايز رقم. انا بحسيبه عايز اللي بتاعنا تسافع. لا. ما فيش عندنا دايما السكة خالص. السكة دي مش النهاردة خالص ولا المرة الجاية. لسه بعد كده. مش عايزين اي سكة خالص. اللي انسبتها. عايزين التطول بس بالزبط. طب لو قلت لك ايه اكس وايه? هتقول لي الحل كام? واحد برضو اللي هو حرف الايه صح? طب انت دلوقتي قلتلي الايه والايدل زي بعض. عملت ايه بعد كده? بلاش? قلتلك بقى هنا بي وبي. بعد ما قلتلي الايه والايدل زي بعض روحت عملت ايه بقى? ها? سبت الايه وخدت معهم اه بجرد بيت حروف معا. سبت الايه? وقلتدي تروح شوف باقي الحروف دي كلها هتعمل ايه? ولما ترجع حل دي كده لوحدها بي جي اف مش عارف ايه. مع بي اتش ما عرفش ايه. لما ترجع من حل دي مع حل دي وتجيب اطول حاجة مشتركة اجمع لواحد اللي هو حرف الايه. صح? تمام. ولقيت البي طلعت زي البي فقلت له كمان واحد يبقى كده اتنين زائد الحل بتاع دي قصاد دي. وبعدين بقى لقيت حرفين مختلفين. وليكن السي قصاد الدابيو وهنا كان فيه مسلا اه دابيو وهنا كان في زد. فلقيت انت قلت له هنا واحد زائد. بص بقى ركزه. واحد زائد حل دي. صح قد لقى. اهو واحد زائد. هقول له صولف صولف بي سي دابيو مع بي دابيو زد. راح قال له دي كده بتساوي نالة بالتركيز دي بتساوي واحد برضو زائد السولف بتاع سي دابيو مع دابيو زد. لقيت الحرفين اللي عليهم الدهور سي ودابيو. هنعمل ايه? احنا كده منتفقين. هنليف السي ونروح لدابيو. هنليف السي دي? هنعمل كده. ليه ما ليفش ليف للدابيو واسي بي سي زي ما هي? شمعنا? هو عموم مش هتفرق. انا بس لازم اثبت معين هو اللي انا يعني اشيل منه او يعني. اه. ازود منك يعني. ده في حالة ان الحرفين كانوا زي مختلفين. ولا ايه? ايوة لو الحرفين مختلفين بعمل كده. طيب ولو كانوا زي بعض بشيل الحرفين وقصب بعض وخلاص. اه. طيب يعني انت دلوقتي بتقول للحرفين مختلفين هتزق انا واقف هنا اي واقف هنا جي. ازق الاي ولا زق الجي? اشيل السي هنا ولا اشيل الدابيو? انا احلى. انا اشيل الدابليو لان هي اللي متكررة. يعني اشيل السي بقى. صح? انا مش يعني لا اشيل اللي هو اللي هو في الاتنين اللي هي الدابليو. انا دلوقتي معي هنا سي ومعي هنا دابيو. ودلقوا صب بعضه حصل بينهم واجهة. المواجهة دي كده اكتشفت ان الحرفين مختلفين. اعمل ايه بقى? ها? هشفت هقول بقى اه يعني بلاص يعني. يعني ده كده هيتغير لسولف ايه? ها? بدل سي دابيو تبقى ايه? بدل سي دابليو هتبقى دابليو بلاص دابيو زيد. دابيو بس. وقصاد هناك دابيو زيد صح? اه. طب انت كده ظالم اشمعنا يا سيدي سواني بقى اشمعنا كده. ما قلتش هنا مسلا. حاجة زي دي كده. او لا مش كده. خلينا نرجع الورا. ونخلي دي هي اللي ايه? نخلي دي مسلا اه دور كده مختلفين عادي. نخلي دي هي اللي دابيو. ونخلي دي هي اللي سي. هتقول لي انت انت كنت من مرة فيتزا ايه ده? فهتزوق الدابيو دي هكشلها. لأ احنا كده في حاجة بلاصة عملنا هنا. طب اهي 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 سي هنا اهي. بس كده خلاص. فهنا انت بتقول لي هزوق الحرف ده? لو زقيت الحرف ده المراضي. دعا نرجع للقديمة بس. احنا لما من زوق ده بيطلع ده زي ده. انا عايزة زوق ده. فهحط هنا اه دي خليها. هزوق حاجة هاخد. اهي كده خلاص. كده زي بعدها. حلو? فالمهم لما زقينا السي المرة اللي فاتي كانت الدابيو زي الدابيو. فحلو انا استفاد. انما هنا لو زقيت. ممكن هنا اتزوق الاتنين صح او لا? مثلا سي دابيو صح? صح? صح. هو في الحالة دي انا بقول ان احنا ممكن. انا مامشي كله لو ما لقيتش. وهنا وهنا مثلا. وهنا مثلا. الاحسن ان انا زوق الدابيو دي. صح? عشان تطلع زي زي زي. فانت هنا وقف في اي وانا وقف في جي. انت مش عارف تزوق مين صح? هتضطر تعمل ايه? غصبة عنك زي ما تعلمنا في النفسك. هتزوق مين مرة اي صح? اه مرة ده مرة ده. واختار عني. بس كده خلاص. يعني كده احنا وحدنا الكلام. ايه واحد زائد بقى الكلمة دي. اللي هي اي تي يو ار دي مع عن دي. يلا. ها ايه ويو دول زي بعض. الاجابة لا دول مش زي بعض. هحتاج اجيب ها الماكس ما بين. الماكس ما بين. وصولف. اتنين صولف. صولف اول مرة وهشيل حرف الايه واخد كلمة تي يو دي مع اسيب ده زي ما هو اللي هي عن دي. يا اما هسيب الايه زي ما هي بقت اي تي يو مع هشيل بقى حرف اليو واقول ان دي. يعني كده انا بقوله واحد ايه الحالة التلتة زوق الاتنين اصلا صح? اه. هتلاقي لو لما نعمل تريس وده مش واحد دلوقتي برضو لما نعمل تريس هتلاقي ان دي متكررة مش فرقة معاك. ممكن تحطها عادي بس هي متكررة انك تشيل اتنين مع بعض متكررة. مش تفرق. اه لشان لما اششيل حرف وهارجع لجوه وبعد ما شيل تحرف تشيل الحرف التاني فاكني اشيل ترتين سوا هنا. بالزبط مش تفرق هتلاقيها هي متكررة. فهتيجي بقى دي كده. مع ان دي. دول زي بعض وده لقى. مختلفين. دي الواحدة هتعمل لك كم كول برضو? اتنين. واحد يجرب يشيل تي ويسيب الكلمة دي زي ما هي. وواحد يجرب يشيل اليو ويسيب الكلمة لقولها زي ما هي. ودي نفس الفكرة الاي والان زي بعض. هتعمل اتنين كولز وهكذا. وكل ده في الاخر عمل يجمع 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 ويجيب لك الاحسن ما بين كل دول. حل? تعالي نعمل الكون. انا في حاجة عايزة اسأل عليها هو ده هيتعامل بفيكتور او ببيرزة او بماب? يا لهوي ليه يا ابني كده? اه على اساس ان هو بتاعي حيبقى معمول على اساس. اه ما هنالعب بقى حارقة صائعة بقى ما دي مع الفن هنا انك ازاي تزبق الدنيا نفسك. اه. انا نشوف. ادي ال سي اس اهي. انا هبعت لها اي و جي. ليه ابعت لها اتنين سترينجز? ليه? ما تبعت لها اي و جي. هل انت مهتم بالكلمة كلها ولا مهتم بالبوزيشن بتاع الحرف اللي انت عنده? اي ده الاندكس بتاع في الاولان. و جي ده الاندكس بتاع في الاسترينج التاني. واعرف فقا عادي الاتنين بتوعك ادي اس وان. طيب هو انا ممكن اشيل حاجات ممكن لما اشيل الليترز البوزيشنز. هو احنا هنشيل اصلا احنا مش هنشيل حاجة. احنا انت فكرنا هنمزح بجد? احنا هنضحك عليه. احنا اي و هنط بس نقطة بالزبط. بس? مفيش اي شيء هنشيل ايه احنا مش هنبوز السترينجز اصلا. تعال انشوف ايه قلت لك من شوية لما يبقى فيه اي و جي بوزيشنز او ار ايه? هي ايه? الاوتو فرنج. هي ايه? الاوتو فرنج. يعني اعنا كتبي دلوقتي. خد بالك انا هشتغل من وراء القدام برضو. يعني وليكن مسلا. اني عندي كلمة وصاد كلمة قط. دي اس وان. ودي اس تو. هشتغل من وراء القدام. يعني هبعد تلائتيه وصادتيه. اللي هي الاي كاندكس كده اندكس تلائة اتنين زيرو واحد اتنين. ودي برضو زيرو واحد اتنين. فهبعد اتنين وصد اتنين. وبعدين ده اندكس وان بعد شوية وبعدين اندكس زيرو معايا. اول ما يوصل لفين بقى يبقى يعني لو كانت بسالب واحد. يعني خلصت الاول. او الجي برضو بقيت يعني خلصت التاني. الحل بتاع كام? سبعة ولا عشرة? عيب والله. هو زيرو. زيرو. مفيش الاولين لو خلص يعني بقول لك ده معاكات او معاكات زيرو. طب لو ده خلص وده خلص الاتنين خلصوا. زيرو لما يكون في اي او جي. او في هي خلاص كده. اتفقت معاك. قلت لك ان ايه? لو كان الحرفين زي بعض دي سهلة. يلا تشيك بقى الحرفين كانوا زي بعض. هتعملها ازاي? اه كده كده لازم انا عندي يعني. ام لو ايه بقى? لو ايه? لو ايه او اي 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 دول كده حرفين زي بعض هقول له على طول واحد زائد. حرف زائد زائد ايه بقى? روح اللي بقى المشكلة يا عم. اه ماكسيم او في الاول صح? لا ما فيش ماكسيم ايه بقى? بص بص. حرفين زي بعض. ادي كات? اه ايو 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 اصح صح 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 ماشي. وقط. ايه 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 ايه. خلاص قبر دماغك. واحد زائد. نروح اللي ايه? مع سي يو. ولما ترجع باج مع واحد. يعني كده كده ده المكسيم المتاكد مش محتاج. اه ده احسن سناريو ده ده حرف الحرف ده اصلا ده حرفين زي بعض يا جدع خدهم معاك يا عم. معاك في مش مدينك في حاجة. كأنك مش شايفهم. كأن المسألة بقت كده. اهي. مع سي يو. حلها. ولما تحلها اجمع واحد يا عم. اللي هو حرف التي. واضحة صح? جيت بعد كده الايه اصاد اليو. دول مختلفين. يبقى الس بقى. مختلفين صح? خلاص اغرى بزوء ده مرة وزوء ده مرة. يبقى تو تشويسز. ان سي واحد ايكوال. ال سي اس. اي ماينس وان و جي. وان تسي اتنين. مش انا ممكن على طول اقول ال ال سي اس اللي اتنين ده. طبعا طبعا طبعا. ادي اي مانس وان و جي ودي اي و جي ماينس وان. وهقول له في النهاية ال ماكس ما بين سي وان و سي تو. خلاص كده خلصنا. طبعا الكود ده كده. الطايم بتاع ايه? واضحة. ال سي اس. يعيخش في فيخش في برضو. لازم نعمل سيف بقى. هنعمل كم دايمينشن? خلاص كده. الف في الف. طبعا لحسب هو اي لي المكسي كان بردو. بزبت كده. نقول مية في مية. وهنقول طبعا هنا لو قبل ما اعمل اي حاجة. لو ادي بي اف اي. اف جي مش سالب واحد هعمل له يعني ما حد غيرها. وهنا هقول له دي بي اف اي اف جي هي واحد زائد الكلام ده وهنا دي بي اف اي اف جي هي المكس ما بينيه الكلام ده لان انا عندي هنا اه اه احتمالين يا اف يا ايلز. وطبعا تحت بقى همام سيت بي بسالب واحد برضو اهو. مثلا يعني. ليه سالب واحد عمر ما يتقرر انا عندي الارقام دي سفر واحد اتنين تلاتة سبعتاشر تسعمية كده يعني. فبالتالي سالب واحد برضو عمرو ما يجي عندي ضمن الحل. حلوة قابل. ونبدأ نبعت للفونكشن مثلا اقول لها تعاني اعمل اعملي كده ايه? مسلا الاس وان واس تو دول اتنين واعمل اللي سي قوت بقى. لسولف او الاس وابعت لها الاي والجي اللي هو اخر اندكس في اس وان اللي هي اس وان دوت سايز. ماينس وان. واس تو دوت سايز ماينس وان. لان احنا بديم من الاخر للاول. عايز تدها من الاول هتبعت لها زيرو. وهنا اي بلاس وان. جي بلاس وان. اي بلاس وان. جي بلاس وان. فاهمين طبعا? فعلا نجر. نقول له اخد كات واخد كات. الحل اتنين فعلا اللي هما تي وتي او تي وسط تي وسي وسط سي. يعني سي تي مع سي تي. خلاص? تعالى حتى نعمل سي اوت هنا للاي وللجي. عشان نشوف كده بيمشي ازاي وبيعمل ايه? في مسال صغير زي اي كات وكات. ادي مسلا كات ودي كات. بص اللي حصل انا بعت له في الاول اخر اندكس اللي هو اندكس اتنين. فراح عمل اتنية اتنين. دي اول كول صح ولا لا? اركزوا بقى. وبعدين ايه اللي حصل? اللي حصل ان الحرفين دول تلعو زي بعض. فلحنا ده نفسه تاني. بس نقص اللي ونقص الجي. فوقف عند اليو والاي? بعت واحد واحد. صح كده? بعديها. هاد الحرفين زي بعض? اللي جابه لأ دول مش زي بعض. فراح قال له ايه? خش بالاندس. انده على مين? انده مرة اي ماينس وان وجي. فراح مناقص الاي. صفر. بعت صفر يعني? والجي زي ما هي. وراح تلعو ندها نفسه بالكل ده. صفر واحد. ها. صفر اللي هو اندكس زين وفوق. واندكس وان. السي والاي دول زي بعض? لا دول مش زي بعض. مختلفين. صح? فراح ندها نفسه برضو باي ماينس وان وجي. اي ماينس وان اللي هي. اندكس نيجاتيف وان. والجي زي ما هي. فده كده عمل صح? رجع صفر لان الاي بنيجاتيف وان. اوتو فرينج. لما بنعمل نرجع على مين? بنرجع على اخر كول كولنبيل اللي هو الكل ده. الكل ده كان عنده الاي بصفر يجرب الاحتمال التاني ان الشي تنقص. فتبقى صفر. فبقى زيرو وصد زيرو. زيرو زيرو يعني ايه? يعني حرفنا هم دول. ايه لا اخبار? دول زي بعض? اه. نقص الاي والجي. يبقى كده لحد دلوقتي جمعنا اتنين وهتزرق. حل? ده برضو كده كده عمل عشان دي نيجاتيف وان ودينيجاتيف وان. طبعا? طبعا ما تعملش تيس يعني هالساحة كده. حد عنده سؤال طريق. وما ينفعش احسن الكود ده اكتر. بان يقوله انت طالما قريدي اصلا وصلت النيجاتيف وان وان. ما يجربش بقى ايه تقول تاني. يعني ممكن هالكترونه تاني سريع? ده خليني هنا اهو. اقولك علي هنا انا فاهم اصلا. فدراتي بتقوله في اي لحظة ان الاي بنيجاتيف وان ما يكملش اصلا. لا انا بتكلم وصل ان الاي والجي الاتين بنيجاتيف وان كفاية كده. ما هو كده كده. ما هو كده كده. ما هو بيكمل. امي ما هو لازم يكمل. لازم لازم يرجع للكولز كلها. لازم يمشي منطقة. لازم يجرب كل السيناريوهات. لأ طبعا ما ينفعش اقول له اه اه لأ عامل او حاجة اقول له طالما وصلت دي. بولين دايبة بالترو. لا لا لا. ولولا البولين ده. لا 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 لا. دايما ما تحاولش تعوق طريق دايما يجرب كل الاختماعات. سيبوه حالي. اصلي سنية بس ممكن ممكن طيب نروني سنية. نروني. نرجع صح كده? اه. ادي كات. وادي كات. لا انا بتاع غلط. ادي كات. وادي كات. ادي ناجتف ون ناجتف ون زي ما انت عايز. اه? ايه. من بعدها هو بيرجع بقى بيتجرب الكيس التانية بدل زيرو ون لقى يجرب ون وزيرو. وان وزيرو توصله زيرو زيرو. ويرجع 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 للناجتف ون. طب ليه? طب ما طالما وصلت الناجتف ون وناجتف ون يبقى انا خلصت للسرنجين خلص ومش عايزهم في حاجة. يعني ايه جرب عايز توقف ونشوف هي برد عليك يقول لك ايه? ولو رد عليك بغلط دور هو غلط ليه? عايز تجرب جرب. سينا شايف انه خلصت انا ما خلصتهم ايه ملاهاش بزنج. اه مش عارف بصراحة مش عارف ممكن يعمل معك ايه? بس هحاول لا ماشي هحاول بص علىها برضو. بس مش عايزة تشغل بلد بان انت تسرعت دلوقتي شوية. خلينا بس ايه نفهم ان تكونت دي بيها عماتة. تعال نشوف مسألة فيه ايه? اسمها اه كانت عايزة ايه بقى دي? تعال نشوف. هبعط لكم اللينك برضو. دي شبه بالزبط. ده الهدف بتاعنا. كده جايب هو الاخير هنخلص فيه مسألة دي عشان ده هيفصل ماشي. طيب هو هنا بيقول اربعة دولار با اربعة كيسز. ولي واحد اتنين تلاتة اربعة. اتنين وخمسة بالزبط ماشي? ونرجع نحلها مع بعض. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة